وكيل محلية النواب وهو الحياء كان ليه تعليق مع رؤساء الأحياء قال لهم حطوا خريطة الحي وراكه بدل الآية القرآنية قال وكيل لجنة الإدارة المحلية محمد الحسيني في أحياء بدون عنوين ومنازل بلا دليل وطالب بوجود خريطة لكل وحدة محلية مرقمة بكل المنازل والمشروعات وغيرها ووجه رسالة لرؤساء الوحدات المحلية وقال لهم حطوا خريطة الحي وراكه بدل الصورة الآية القرآنية وأضاف قال نحن نعتز بالقرآن وآياته ولكنه تعليق آية قرآنية ليس دليل على التدين داعيا لضرورة تأهيل العنصر البشري ليقبل التخطيط الحكومي بشكل عام يا ترى الدنيا هتقوم عليه ده بيقول لهم هشوا الصورة القرآنية وحطوا صورة الحي هل يا ترى الناس هتقول عليه حاجة ولا إيه الأخبار وكيل ده تصريح لسه يعني تصريح اليومين دول يعني لوكيل لجنة الإدارة المحلية محمد الحسيني وهو إزعلان على أنه في حاجات كتير في الأحياء مش مصبوطة بيقول لهم على أخريطة نيجي بقى للإفتاء اليومين اللي فاتوا برضو كان طبعا بعد موضوع إحنا عندنا كان موضوع النائبة غادة العجمي وكان موضوع الخمس تلاف جنيه غرامة علشان الاحتشام واللبس الغير محتشم فجي بقى كان فيه سؤال بقى لدار الإفتاء على موضوع استخدام المرأة صورتها على السوشيال ميديا وهل فيه شروط للاستخدام فطلع آه فيه أربع شروط لاستخدام وإن المرأة تحط صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هو مش أي حاجة كده جماعة قال لا تشمل الصورة على أمر محرم كإظهار عورة أو فعل غير لائق أو أمر ما يحذره القانون تي نمرة واحد نمرة اثنين من الشروط قال لا يتسبب نشر الصورة في إثارة فتنة وحصول أذى أو ضرر لصحبتها ولو بالتعديات اللفظية نمرة ثلاثة لو كانت الصورة متعلقة بأشخاص آخرين لا تعلم مدى إذنهم في نشرها من عدمه فعليها استئذانهم أولا نمرة اربعة إذا كانت الصورة الإمرأة وكانت ذات زوج فإن كان لا يأذن لها بنشر صورتها ولو بالحجاب الشرعي فيجب عليها طاعته ولا يجوز لها نشر صورتها حين إذن وبالتالي دول هم الأربعة شروط اللي المفروض أن المرأة تاخد بالها منهم قبل ما تحطوا صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي نيجي بقى للدكتور علي جمع والموضوع الفترة اللي فاتت اللي كان فيه موضوع تعديل أحكام الشريعة والمواريس والكلام ده كله والقوانين الجديدة بالنسبة ليه اللي هي قانون الأحوال الشخصية الجديد والأزمة اللي حصلت وانتوا عارفين أنه كان البرلمان بيعمل القانون بعت للأزهر علشان يبدي رأيه الأزهر لم يبدي رأيه لا ده بعت له بشروع قانون تاني وحصل جدل الفترة اللي فاتت وناس بدأت تتكلم على تعديل أمور في الأحكام والكلام وقال لك طبعا كل أقال أن احنا بيتحكم الأحوال الشخصية للمسلمين أحكام الشريعة الإسلامية فراح الدكتور علي جمعة قال لك بقى أن بعض الأحكام من يقول أن بعض الأحكام الشرعية مثل عطاء الزكر مثل حظ الأنسيين بحاجة إلى تعديل لكونها لا تتناسب مع هذا العصر هو جاهل وقال لهم يعني استشهد بقاية قرآنية وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما الفرقان وأضف علي جمعة في لقائه في أحد دروس العلم والفتوى ما رأيك في من يقول أن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى عادة نظر وتعديل فطبعا قال لهم أي إنسان جاهل ينبغي تجاهله وعدم الخوض في جدلات عميقة مؤكدا الذي يرد عليه هو الشخص الذي يطرح أفكار عن علم وتحتاج لتوضيح وليس لإضاعة الوقت جاهل من يقول بهذا وأشار طبعا إلى نظام الموريس في الإسلام وأمور كتيرة جدا كانت تحدث عنها وفي النهاية نعت أي حد عايز يغير الحاجات دي أو القوانين دي بأنه جاهل نيجي الموضوع تاني عبدالله الشريف وسويرس كدب عبدالله الشريف وسويرس رد عليه وبعد كده رح قال لك سيبك منه إخواني مبدأوا إن الكتب حلال لو بيخدمهم أنا أساسا مليش ولا سهم في شركة المؤولات هنشوف الموضوع ده كان إيه بقى برضو حاجة كده من الجدل ونتوا عارفين طبعا نجيب سويرس ناشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وكل شوية بنشوف أزمة كده لكن يعني المرة دي كانت مع عبدالله الشريف اللي اتهمه ورد عليه سويرس وقال لهم سبكوا منه يعني والكلام ده كله ده كان على تويتر معيش احنا بس على بال ما بنفتح تويتر لكن دي كانت برضو من الحاجات اللي أسيرة الأيام اللي فقتت برضو كان في حاجة تاني لها علاقة بحفيد مبارك ما احنا كل شوية بتظهر عندنا شوية حاجات كده برضو حفيد مبارك كان نشر صورة مع حبيبته على طائرة هليكوبتر في نيورك وعنها برضو وبدأ التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وهون كان نشر الفيديو ده على موقع انستجرام مجموعة من استوروا الفيديو برفقة حبيبته على طائرة هليكوبتر في مدينة نيورك وقال ذكرى سنوية سعيدة وده كان الاحتفال بذكرى ارتباطهم مع عيد الحب المصري انتوا عارفين عن عيد الحب كل سنة وانتوا طيبين 4 نوفمبر لكن لانه 14 فبراير هو العيد العالمي فيمكن معلش نسيت عيد عليكم برضو في الاول المهم انه حفيد مبارك ظهر مع حبيبته على متنة طائرة هليكوبتر فوق سماء مدينة نيورك اللي يظهر تمثال الحرية اسفل هما واعلن عن هويتها والمهم يعني انه بقى الموضوع كان فيه تعليقات طيب كان فيه تعليقات دي حاجة تانية دلوقتي اللي هي الجاية في الخبر اللي جاي لكن مقدرناش نجيب يا ترى الجزء بتاع حفيد مبارك طيب عموما يعني فالتعليقات بقى كانت على انه ايه ده من فلوسنا اللي نهبها مبارك وحاجات زي كده فهنشوف برضو هل ده هياخد صادة شوية في مواقع التواصل ولا لا اما الصورة دي بقى فكانت بحبك يا حنان وده سببت في استبعاد مدير مدرسة اللواء هشام يعني هناك هي شايفانها بحبك يا حنان وعاش قانيكي فدي كانت على صور المدرسة فاصدر اللواء هشام السعيد محافظة الغربية قرار باستبعاد مدير مدرسة الزفتة الصناعية للبنات بقدارة زفتة بعد ما شاهد على صور المدرسة عبارات كتبها مجهولون وزي ما انتم شفتوا كده وبعد العبارات الاخرى اللي شوهت صور المدرسة في برضو حاجات تانية خلينا نكتفي بهذا القادر الحقيقة لانه طبعا انا برضو حب مقالت الكوش في الاول لكل مشاهدينا في امريكا وكندا احنا الوقت التوقيت الشتوي فبنبتدي الحلقة الساعة واحدة تغيط اتنين ونص بدلا من اتنين لغاية تلاتة ونص اما بالنسبة لمصر فالمعيد زي ما هو 11 مساء بس كل مشاهدينا في امريكا وكندا واللي اتغيرت عمدهم الساعة للتوقيت الشتوي هنبدأ الحلقة بتبتدي الساعة واحدة اتنين واربع وجمعة واحدة دهر بتوقيت كاليفورنيا وهتكون اربعة بتوقيت نيويورك وكندا في موضوع برضو القطر والحاجات اللي حصلت في الكتارات ولسه برضو في امور تانية بتحصل او حوادث بتحصل تاني في القطرات خليني بس اقول لكم كده بشكل سريع الحقيقة يعني للأسف سيدة كانت يعني توفت دهسا تحت عجلات كتار وشهود العيان قالوا ان هي كانت انقذة ابنتها من الموت برضو نفس الازمة حكاية التعدية من اماكن غير مصرح يعني غير مسموح بالتعدية منها ارواح ناس كل يوم والتاني بتروح اهي فانا معرفش في حل ولا مفيش حل انا قلت قبل كده يا جماعة عاملوا يعني مسلح مسلح محدش هيقدر يكسروا وان الناس تاخد بالها يعني هي طبعا دفعت حياتها يعني انقذت بنتها اللي حصل يعني في الموضوع انه كان يعني قالوا الاول الخبر راح للبحث الجنائي او لمدير امن الغربية بانه فيه سيدة توفت تحت تحت يعني الكتار وانتقلت شرطة النجدة المكاني الحادث تبين بقى انه السيدة دي اسمها ميم نون ابنتها 19 سنة وهي مقيمة بقرية فرسيس كانت بتعبر برضو من مكان غير مخصص العبور ففجوا بان القطر جاي فهي جات تدفع بنتها بعيد عن خط سير القطر وهي اللي توفت تحت الكتبان طبعا عمل جميل دفعت يعني يعني دفعت حياتها تماما لحياة بنتها بس في النهاية انتي وبنتك عرضتوا ونفسوكم للخطر من الاول بانكم بتعدوا ارجوكو يا جماعة ارجوكو بلاش ان الناس تعدين من اي هتفرق معاكو ايه خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة عدوا من الاماكن المخصصة ولما يكون فيه يعني مش عارفة بصراحة اقول ايه فعموما دي برضو حادثة من الحدوث حاجة تانية كان فيه المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد كان فيه مقطع فيديو متداول على مواقع تواصل اجتماعي واعتلاق احد الركاب سطح القطر في محطة سكة حديد مصر وقال يرضيكو كده يعني ده سلوك يرضي ربنا فيه حاجات كتير من السلوك يعني فيه احيانا زي ما بنقول او من جهات معينة لكن انتو كبشر مسؤولين برضو عن حاجات كتير بتعملوها وممارسات كتير غلط بتتعمل رئيس هيئة قال يعني لما شاف الموضوع ده قال ان العاملين في الهيئة بيعملون ليل نهار لمنع تلك سلوك مثل تلك السلوكيات وانه لابد ان يعرف الركاب المخالفين انهم بيتعاملوا مع قطر مش مرجيحة اما حول القطار طنطة تم احالة كمساري قطار طنطة للجنايات بتهمة جرح افضل الى الموت انه هو كده يعتبر انه هو لما فتح الباب وارغمهم على ان هما ينزلوا فكده المفترض انه النزول ده عرضهم للموت والعرضهم للموت على اساس انه جرح افضل للموت وده كان قرار النائب العام نقيب المحامين كان قال برضو لأسر ضحية كتار طنطة احنا هنتولى الملف بتاعكم بالكامل وطبعا كان حتى وعد من وزير النقل بانه انتو ما تقلقوش الناس برضو بدأت تكتب يا جماعة يعني لو في الغرب واحد ما كان راكب القطر وما معهوش تذكرة بيركب عادي يشتري التذكرة من داخل القطر لو حد ما معهوش فلوس المحصل بياخد رقم بطاقته وبيبعتول للغرامة على البيت وبيعطوه فرصة لبعتاشر يوم عشان يسدد طبعا يعني كل دي حاجات كانت انتشرت في الوقت الاخير على اساس انه ايه اللي بيحصل يعني في الغرب كامل الوزير تفقد محطة مصر وعلى فكرة برضو استقل القطر لمعهد وردان وكان برضو بيقول ان في زي موحد جديد وبوابات جديدة برضو كان قال ان هو هيكتب كتاب عن وطنية واخلاص الرئيس السيسي لمصر وكان فيه اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل وزير وزير النقل والسيد ويليم بيرسون رئيس مجلس ادارة شركة بي ار ال الامريكية للسكة الحديد وكان الاجتماع برضو حوالة تطوير منظومة السكة الحديد السيسي اجتمع وعوزير المالية لرفع الحد الأدنى للأجور وكان فيه عقار تاني غير عقار الأسكندرية عقار فيه ده منهور كان ماير وبالفعل حصل اخلاقه وانهت ادارة الازمات اعمال ازالة العقار المائل من فيه ده منهور كان فيه برضو حادثة جمدة في مصر حداش الشخص في انكلاب سيارة على طريق مصر اسوان وبرضو يعني احنا بنتكلم عن حوادث الطرق وكل مرة الجملة اللي احنا بنقولها ان حوادث الطرق بتحصد ارواح اكثر من اللي بيقعوا او اكثر من اللي بيسكوتوا في الاعمال الارهابية فهل من حلول؟ نتمنى حلول لحوادث الطرق وحلول لموضوع تعديل الناس والاماكن اللي هي غير مصرح فيها بالتعديل على كل يعني طريق السكة الحديد ارجوكوا اعملوا حاجة